حتى بعد مغادرتها شواطئ جبل طارق لا زال الغموض يلف الوجهة التي تقصدها الناقلة الإيرانية أدريان داريا وان التي عرفت باسم غريس وان فبعد أكثر من ستة أسابيع عمضتها محتجزة هناك على وقع جذب وشد في المفاوضات بين أطراف الأزمة غادرت الناقلة الساحلة يوم الاثنين رافعة علم إيران بدلا من علم باناما الذي رفرف فوقها عند محاولة عبورها المضيق بيانات تتبع السفن الخاصة بموقع مارين ترافيك أظهرت أنها كانت يوم الثلاثاء على بعد نحو 100 كم من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية مشيرة إلى أنها قد ترسو في ميناء كلمات اليوناني وسيستغرق وصولها إلى هناك حوالي خمسة أيام غير أن السلطات في أثنان فتلقيها أي طلب من الناقلة للرسو في أحد موانئها مشيرة إلى أنها تبحر ببطء في المياه الدولية بحسب وزارة الشحن التي تتابع مسارها في المقابل تفرض طهران تعتيما شاملا بشأن وجهة الناقلة النهائية ومصير حمولتها وفق مصدر في ميناء إيراني أما الولايات المتحدة التي دعت إلى إعادة احتجاز السفينة عادت لتحذر من دخول أي طرف على خط الأزمة أو المساهمة في مساعدة السفينة وتاقيمها وقد سمحت سلطات جبل طارق التابعة لبريطانيا للسفينة بالمغادرة بعدما قدمت طهران ضمانات خطية بعدم إفراغ حمولتها في سوريا إلين يوسف العربية